المرأة كانت مهانة لما جه الإسلام بدأ يكرم هذه المرأة يقول لا ده هي إنسان يكرمها في كل شيء يعني سيد النبي عليه الصلاة والسلام يعلن صراحة قال إنما النساء شقائق الرجال أي نظائر الرجال فالمرأة هنا شقيقة شقيقة الرجل لدرجة أن النبي صلى الله عليه وسلم المسواة يعني المسواة في التكاليف الدينية المسواة في الحقوق المدنية المسواة في إن المرأة تروح تطلب بحقها يعني المرأة كانت تروح لسيدنا نموك النبي يضحك عليه الصلاة والسلام ويتعجب من المرأة بتقول يا رسول الله غلبنا عليك رجال إزاي يعني ده هما اللي بيخرجوا بيجهدوا في سبيل الله بيمسكوا السيوف ومشعر بيصلوا معاك الجمعة والجماعات طب وإحنا رسول الله جعلنا نصيبا فالنبي صلى الله عليه وسلم جعل لهم يوم الاثنين صلى الله عليه وسلم يعلمهن صلى الله عليه وسلم فكانت المرأة بتطالب بإيه؟ تطالب بالحقوق والنبي صلى الله عليه وسلم كان يضحك من باب الفرح والسرور صلى الله عليه وسلم فكانت المرأة لها دور يوم ما كانت المرأة في الحضرات الأخرى وقبل الإسلام وفي الحضرات اللي هي كانت بقى ملأ السمع والبصر في الوقت ده سواء كانت الرومان ولا كان الإغريق ولا كان حتى الهنود ولا كان حتى اليهود وإلى ذلك المرأة عند العرب كانت قسيمة الرجل تقف مع الرجل تشارك الرجل في مجابهة الأعداء وتبدأ تداوي الجرح وتطبب المرضى وإحنا عندنا أول طبيبة في الإسلام السيدة رفايدة رضي الله تبارك تعالى عنها وأرضاه وكانت تخرج مع المسلمين في الجهاد طب هي مش هتمسك سيف مش هتمسك سلاح لكن بتعمل تشوف الجرح تشوف العطشة السيدة رفايدة رضي الله عنها في سيدنا سعد بن معايز لما أصيب بسهم وكان السهم جاء في مقتل عملت عملية جراحية لسيدنا سعد وطببت سيدنا سعد وهي اللي اقترحت أنه ما ينفعش إحنا ننزع السهم من سعد بن معايز رضي الله تبارك تعالى عنه وأرضاه عشان ممكن النزيف هيستمر وإلى آخر المرأة كانت بعد كده وخاصة في وإحنا عندنا بس مش رفايدة رضي الله عنها إحنا عندنا لما نيجي نعدها هنلاقي أسماء كثيرة جدا في زمن النبي صلى الله عليه وآله وسلم هي أول واحدة بس فعشان وده المشهور لكن بعد كده بقى في كثير وده المشهور المرأة كمان كانت تساعد الأطباء خاصة لما نيجي مثلا في الدولة العباسية في الدولة العباسية لما بدأت انتشرت تأليف وانتشرت الدوائين ودونة الكتب وبدأ يترجموا العرب كانوا بيقولوا المسلمين يشوفوا الحضرات اللي قبل كده إيه الإيجابيات اللي عندهم يترجموها ويغدوها ويبدأوا يبنوا عليها خلاص فبدأت المرأة تاخد الكلام ده وبدأت تبقى مساعدة لإيه حتى مساعدة للأطباء وبرعت المرأة لدرجة ان كانوا بيعملوا يعني حد مثلا كان يحكي يقول هي المرأة قبل كده الولادة مثلا ما هي الولادة طبيعية هل هم كانوا بيعرفوا حاجة اسمها ولادة قيصرية اه كانت معروفة يعني احنا لو جينا وبدأنا نقرأ في المسألة دي كانت المرأة بتساعد الطبيب في المسألة دي في الولادة القيصرية لها الصفة بدأوا يعني شرحوها في بعض المراجع كانت المرأة ما شاء الله في المسألة دي حاجة تانية المرأة كانت علمة الدين كانت فقيها يعني لدرجة مثلا الإمام ابن حجر رحمه الله مين شيخ ومين امرأة لتزواجها سيدنا الإمام أحمد ابن علي ابن حجر العسقلاني رضي الله تبارك تعالى عنه لما نيجي حتى في علم الإسناد نلاقي الإمام رضي الله عنهم يتكلموا عن الرجال كده يقول لك هذا ثقة هذا كذاب هذا صدوق هذا فيه لين هذا مش عايف كذا بعلماء الحديث يبعوا عارفين الكلام ده عند النساء ما فيش امرأة روت حديث إلا وكانت ثقة وذكره الذهبي عليه رحمة الله إذن المرء يا جماعة ده كانت نسيبة بنت كعب رضي الله عنه نسيبة بنت كعب رضي الله عنه لما شاركت النبي صلى الله عليه وآله وسلم المعارك لدرجة لما تعرفين غزة أحد والنبي صلى الله عليه وسلم قال للرماه ما تسيبوش المكان بتاعك ده حتى لو تخطفنا الطير ما لكوش دعوانته وبعدين لما ظنوا خلاص اللي احنا خلاص كده نتصاربه وبتاع بدأوا ينزلوا فجي خادة بن الوليد في الوقت ده كان مشيكل ولف المم حصل اللي إيه اللي حصل تمام كان فيه فرص وبركبه على الخيول ونسيبة بنت كعب وقفة كده اللي وقف جنب النبي صلى الله عليه وسلم اتناشر كان منهم مين كان منهم نسيبة بنت كعب رضي الله عنه تشوف الفارس بيجري كده تروح ضرب قائم الفرس بتاعه فيقع وتقول له يلا الديني أدام انت مش راجل الديني بقى السيف احنا الرجالة خلينا وبعدين تقول والله لو كانوا رجالة مثلنا رجالة يعني بيمشوا على رجليهم مش بشكل كده لفعلنا بهم وفعلنا لدرجة النية كانت تروح تنقض على الأعداء لدرجة ان النبي صلى الله عليه وسلم كان ينادي ابنها يقول يا عمارة أمك أمك تعالها شوف أمك إلحى أمك موت الراجل يعني نسيبة بنت كعب رضي الله تبارك تعالى عنها وأرضاه إذا المرأة كان لها دور دور مهم جدا دور في بناء الحضارة دور في بناء الإنسان ومع ذلك كرمها الله تبارك تعالى والأزية للمرأة كأذية الرجل والذين يؤذون المؤمنين والمؤمنات بغير ما اكتسبوا قد احتملوا بهتانا وإثبوا من إذن ده إحنا من عمل صالحا من ذكر أو إيه أو أنسى فتلاقي المساواة في كل شيء المساواة في التكاليف المساواة في الحقوق المساواة في الواجبات فمن فعش اللي إحنا نيجي بعد كده ونقول والله حد مثلا من الشبهات أو الغرب مثلا ييجي يقول لنا إيه يقول لنا الإسلام والظلم المرأة بالعكس نقول له فين بقى الظلم المرأة فين ما أنصفها المرأة إلا الإسلام تمام والتاريخ يصبت تعالوا بقى نفتح الكتب كده ونفتح المراجع ونشوف من الذي ظلم المرأة وفيه بقى نقطة مهمة وحتى مثلا كان بيجينا أسئلة في الحلقات مثلا في حكاية الفلوس والصرف وزم المالية المنفصلة هذه نقطة مهمة جزاكا مخانتي فكرتيني الإسلام جعل للمرأة ذمة مالية مستقلة تلا